عقد الاجتماع الامني لمباراة نادي الداخلية مع الاسماعيلي والتي ستقام في السامنة والنصف في مساء غدا لاثنين باستاذ السويس الجديد في اطار مباراة الجولة 33 وقبل الاخيرة من مسابقة الدور العام وحضر الاجتماع قيادات الشرطة في محافظة السويس ومسؤول النادي الاسماعيلي وتم الاتفاق على كافة الاجراءات والاستعدادات الخاصة بالمباراة وهي السيارات والاوتوبيسات والمايكروباصات الخاصة بجماهير الاسماعيلي سوف تتجه الى محافظة السويس عن طريق محور 30 يونيو ومن يسلك طريق اخر سيمنع من الوصول الى ملعب المباراة رقم اتنين لا يعبر الكماء الخاصة بالمباراة الا المشجع الذي يحمل بطاقة شخصية وبطاقة فان اي دي وتذكارة المباراة منع اي شيء يسبب الازى للنفس او للغير مثل كافة الالعاب النارية والمعلبات والولاعات واللافتات المسيئة رقم اربعة سوف يتم غلق ابواب ملعب استاد السويس الجديد في تمام الساعة السابعة مساء هذا وتحرص القيادات الامنية في محافظة السويس على توفير كل سبل التعاون مع كل من يلتزم بالتعليمات التي تم اقرارها خلال الاجتماع الامني مع مسؤول النادي الاسماعيلي ومن لم يلتزم بتلك التعليمات سوف يتخذ معه كافة الاجراءات القانونية اللازمة وينهي فريق الاسماعيلي بقاة حمزة الجمل اليوم الاحد استعداداته لمواجهة الداخلية المقرر لها السامنة والنصف مساء غدا لاثنين باستاذ السويس الجديد ضمن منافسات الجولة تلاتة وتلاتين لمسابقة الدور المصري ويخوض الدرويش مرانه الاخير الليلة ثم يعلن حمزة الجمل قائمة المباراة التي تتوجه للسويس للدخول في معسكر مغلق اليوم ويفتقد الاسماعيلي لخدمات قائد الدرويش باهر المحمدي مدافع الفريق امام الداخلية بعدما حصل اللاعب على الانذار الثالث في مباراة الاهلي ليتم ايقافه عن مواجهة فريقه المصيرية امام الداخلية لتراكم الانذارات على ان يعود اللاعب للمشاركة في المباراة الاخيرة امام الاتحاد السكنداري وحذر حمزة جمل اللاعبين من خطورة لاعب الداخلية في الهجمات المرتدة واكد ان الداخلية لديه الحافز الكبير بعد الفوز على المؤولين العرب في المباراة الاخيرة والتي خطف فيها نقاط المباراة التي احيت اماله في البقاء وطالب مدرب الاسماعيل اللاعبين بضرورة القتال وبازل اقصى جهد للعودة بالنقاط السلاس وضمان البقاء واسعاد الجمهورة الذي لا يتوانى في دعم الفريق في اي مكان في جمهورية مصر العربية ترجمة نانسي قنقر